مساء السعادة على حضراتكم ومشاهدين ساعة مع نبال مريض كورونا يرفض العلاج وزارة الصحة القصة بدأت منين؟ بدأت أن رجل من محافظة إينا من مصر راح للدكتور عمله المسحة قال له عندك كورونا وغدين بالكم كورونا كتب له رشدة العلاجية قال له تروح بيتك وتعزل نفسك 15 يوم بالفعل الراجل رجع بيته وعزل نفسه 15 يوم بعد 15 يوم رجع تاني للدكتور عمله التحليل وعمله الأشعة وكل اللازم شاف كل التقارير بتاعته قال له الحمد لله أنت بقيت تمام بص بقى يا بطل الرشدة دي فيها شوية حاجات بسيطة كده كاتبها لك ما تقلقش مش هتكون كتير الراجل بمنتهى البساطة أخذ الرشدة طبقها وعنها في جيبه قال له بص بقى يا دكتور أنا مش أخذ عليك أكتر من كده بصراحة أنا ما خدتش العلاج الدكتور نعم ما خدتش إيه؟ قال له ما خدتش العلاج أنا خدت عسل وتوم الدكتور قال له نعم قال له أيوة يا دكتور عسل وتوم استغراب؟ دكتور مش مصدق نفسه؟ يعني إيه خف من العسل وتوم؟ النهاردة هيكون معنا الدكتور محمد الفايد ماجستير التغذية الإنسان جامعة الزقزين أهلا بحضرتك كيف أنت؟ أهلا بحضرتك قريتك قصة إزاي؟ طبعا الأول اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد علي أفضل السلام عدد ما كان وعدد ما سيكون وعدد الحركات والسكون اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والغلاء اللهم عباد عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على كل شيء قدير هو كل حاجة طبعا ما بين إيه ده ربنا سبحانه وتعالى ولكن لما ناخد الموضوع بشكل عالمي الموضوع ليه أبعاد تانية كتير خالص كل النباتات الطبية والعطرية بشكل عام بتساعد على إنها تخلص الجسم من كل المشاكل الضرع الموجودة فيها وخصوص هذا السموم كل نبات ليه حاجة معينة بيعملها في الجسم وليكن عسل النحل فيه كل الفيتامينات والمعادل والأنزمات اللي الجسم محتاجها بس دكتور حضرتك برضو ما قلت ليش يعني الخبر كان بالنسبة لك إزاي؟ صدقته ما صدقتوش أنا عايزة الانتباع بسي هو أنا لا لا ما بقدرش طبعا كل الموضوع أنني عاوز أعرفك هو اللي حصل ده يعني ليه مريد كورونا لا ده هنجيله حضرتك الانتباعك كان زي إزاي لما الصحافة تناولت الخبر الفترة اللي فاتت وأن في حد تعالج عن طريق العسل والتوم وأنه هو ما أخدش البروتوكول الأدوية بتاعة الوزارة الصحة أو البروتوكول كورونا انتباع حضرتك كمواطن كدكتور متخصص يعني كان إزاي؟ طيب أنا هكلمك من ناحية البحثية شوية أنا في الماجستيرا عندي عملت باب كامل إزاي تحمي نفسك من كوفيد-19 قويس؟ لما أجي أبص على المواطن ده أنا ما استغربش لأنه ده أمر طبيعي وكورونا أو كوفيد-19 لما حد بتصم منه في مراحل دي هل هو في أنهي مرحلة من المراحل؟ هل هو في بداية كورونا؟ ولا كان برد جديد الخطورة؟ وما كانش كورونا أصلاً؟ مالوش علاقة بكورونا؟ ولا هو إيه بالزبط؟ هنعتبره برد جديد الخطورة؟ هو كورونا أصلاً برد جديد الخطورة؟ بس السلسلة بتاعته يعني بتكبر كل شوية عن شوية حتى تطور نحن بتقول عليه لئيم فيروس لئيم يعني كان الأول الأعراض بتاعته عبارة عن سعال ورشح وزكام ودلوقتي يبقى صداع ونغزة في الصدر وقلم في العظام وبعد شوية مشاكل في عصر الهضم والإسهال وهكذا بيختلف الأعراض أو التطورات بتاعته بتختلف من الوقت للتاني لكن أنا كمواطن عادي لما أجي أبص على أن واحد جاله فيروس كورونا أو تصاب بفيروس كورونا وأخذ توم وعسل أنا هبص عليه من ناحية العلمية ناحية العلمية اللي هو التوم ده بيعمل إيه في جسمك والعسل ده بيعمل إيه وحضرتك التوم ده استخدموه من أول النباتات اللي استخدمت من أول الحياة أو من بداية الحياة يعني على مدار الأغاريق اللي فاتت من أول الفراعنة والعصر الرماني والألماني والحاجات دي كلها استخدموا التوم التوم ليه استخدامات كتير رهيبة لا تعد ولا تحصى الاستخدامات والمواد الفينولية اللي موجودة في التوم والبيتا كرواتين والعناصر اللي موجودة في التوم أكتر بكتير جدا أن هي تقضي على أي نوع فيروس أي أن كان حلمه أو وضعه يعني ممكن أن هو التوم والعسل نحن هنا بدون إيه؟ إزاي تحمي نفسك قبل ما ندخل على كوفيد نينتين أو في بداية الأعراض أول ما تحس أن فيه أعراض حصلت من الأعراض اللي أنا بقول لك عليها دي أولا تطور الفيروس نفسه في جسم الإنسان سهل أن يكون بدون أعراض يعني شوية وجعة في العظم تروح للدكتور ده أنت يلا تعالى نعمل مسحة ونعمل تحليل وأشعات ونشوف الموضع مين هنا اللي بيصاب بالموضعنا؟ اللي بيصاب هنا الناس اللي هم عندهم مشاكل في جهاز المناعة أو عندهم ضعف عام للجسم بالكامل منهم الأطفال منهم النباتيون منهم الحوامل منهم المرضعات منهم قبار السن منهم الأشخاص اللي هم بيتناولوش وجبة غذائية كاملة العناصر اللي هي فيها كل الفيتامينات ولكن هنا لما نجي نتكلم على منظمة الصحة العالمية أوسط بإيه؟ أوسط بأهم ثلاث فيتامينات في الجسم اللي هو فيتامين دي والزنك والسي التلاثة دول طيب فيه ناس كتير جدا مجرد ما تروح للأطباء طبعا وده الأخ ده من ضمن الناس إن هو راح فلقه رشدة بألف ولا بألفين حاجة كتير عليه نحن في ظروف اقتصادية صعبة طبعا والناس بتعيش في ظروف صعبة مش كل الناس عندها الإمكانيات اللي هي تجيب الأدوية دي ومش كل الناس إن هي تقعد أو إن هي تقدر تجيب أنبوبة أكسوجين أحنا بقى هنا حطينا بعد البداية اللي بتساعد على الوقاية من كوفيد-19 وإن لو هو في البداية إزاي إن أنا أقدر أتخلص بالفعل من مشاكل كوفيد-19 حاجات طبعية وغير مكلفة اكتشفوا بعد 3000 سنة وهم بيفتعوا في مكبرة عندنا في القهارة اكتشفوا إن فيه تقريبا حاجة كده عاملة زي الزير فيها عسل العسل سليم ليه سليم؟ جم يحللوه لأن العسل حضرتك مضاد للجرسيم ومضاد للبكتيريا ومضاد للفيروسات خوايت بتاعته كتير جدا ومنقل الجسم ومفيد للسموم وبيمنع تكون حصوات التلو المرارة ومفيد للجهاز الهضم ومفيد للأسر الهضم ومفيد للارتجاع المريء ومفيد للجمال والبشرة يعني دكتور محمد حضرتك ما استغربتش الخبر يعني نقدر نقول إن هي بقيت بالفهلوة مش بالعلم؟ لا طبعا ما نقدرش نقول ده يعني ما احنا عايزين نفهم لا طبعا احنا ما نقدرش نقول لحضرتك الكلام ده لأن الكلام ده طبعا غير صحي خالص حتى لو هو لو تعالج بالأعشاب والنباتات الأعشاب والنباتات لها مقادير يعني حضرتك لو أنا عندي مشكلة يعني لازم يبقى امتابع مع حتى متخصص حضرتك الدكتور نفسه هو اللي يبقى امتابع معي دكتور التغذية أو دكتور البطنة أو أي دكتور هو امتابع معي حتى التوم والبصل لو أنا عندي مشكلة في عصر الهضمة أو عندي مشكلة في القولون أو تقرحات في المادة أو مشكلة بعض المشاكل هتامل مشاكل طبعا فهنا إزاي أن أنا أخد التوم والمقدار اللي أنا أخده هل أنا طفل؟ هل أنا كبير؟ هل أنا إيه؟ وإزاي أخده؟ وإزاي أن هو يقيني من المشاكل اللي موجودة أصلا عندي طبعا كل ده لازم نرعيه ولازم يبقى عن طريق حد متخصص يقول له آه التوم ده وات يتخذ على زيت الزيتون 3 فصص توم وطعين على معلقة زيت الزيتون ده جميل جدا أو فص توم الصبح عريق ويتبلع بقباية ميا مذاب فيها معلقة عسد نحن وده مفيد جدا هنا أقدر أقول أن أنا بأخذ مضاد حي وقوية كانوا زمان الناس بتوعوا زمان بالفترة كده كانوا يقولهم أن العسل والتوم والبصل مضاد يعني أقوى مضاد حيوي يا ترى بالفعل فعلا الكلام ده سليم ده حقيقة بالنسبة 100% بصي إحنا اختلفنا أو اتفقنا النباتات الطبية والعطرية هي أساس 90% من صناعة العقاطير في العالم كله مفيش نقاش 10% مصنعة والباقي كله أصل مواد فعالة من نباتات الطبية والعطرية فأنا مقدرش أنف ده إزاي أنا عندي التوم مفيش عندي مضاد حيوي في العالم أقوى منه مضاد حيوي طبيعي فيه كل المعادن وفيه كل الفيتامينات وبيحتوي على كل ما يخص جهاز المناعة أنه هو بيمتال جهاز المناعة ده التوم حضراتك فيه مواد فعالة بتمنع سرطانات القولون وسرطان الأمعاء وسرطان البرستاطا حاجات كتير جدا يعني هو دكتور محمد لازم ما ينفاشل أن يتم الاستغناء عن الأدوية طبعا وبروتكول الكورونا لكن ممكن نساعد تساعد نساعد بالحاجات الطبيعية طبعا زي ما كنا بنقول التوم والعسل نقدر نساعد بالحاجات الطبيعية أنا معي اتصال معي علي من البحيرة أهلا يا أستاذ علي أهلا يا فندي اتفضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا بحضرتك قلنا يا فندي لو سمحت أعرف الحاجات اللي هي تقوى المناعة في الخضار حاضر إيه وإيه كده نساعد فيها الدكتور حاضر يا فندي حاضر هقولك على شوية خضروات سريعة تقوى جهاز المناعة حالا الدكتور هيرد على حضرتك أهلا بك شكرا موضوع بقى المناعة إزاي يعني أعرف أننا مناعة ضعيفة والمناعة دي مناعة ضعيفة يعني إيه المناعة ضعيفة لها أعراض الأعراض في الطعف العام خمول إرهاق زهق دي نفس مشاكل في السنان مشاكل في الدوافر مشاكل في الجلد مشاكل في الشعر مشاكل في القلب مشاكل في الأمعاء كل ده ضعف عام كل ده أن أنت ضعيف طلع لك صمتة في إيدك عين سمكة صدفية إكزيمة حب شباب كل ده ضعف مناعة مش قادر تتحاربك ما عندكش طاقة عندك خمول باستمرار شفافة ببيضة على طول طول ما أنت نايم في دغدغة في سنانك ممكن بعض الميا من بقك تنزل على المخدة بتاعتك ده كل ده ضعف عام على ما ضعف عام دي كلها ضعف مناعة الخمول كل ده ضعف عام ضعف العام حضرتك بيجيب أنمية وبيجيب ديان وبيجيب قولون بيجيب رسمة معدة وبيجيب ارتجاع مرية وبيجيب مشاكل كلسترول ومشاكل ضغط ومشاكل قلب ومشاكل عظام ضعف العام طب نعمل إيه علشان نعمل إيه بقى اللي هو كان سؤال بقى لأستاذ علي دلوقت كل الناس للأسف يعني عندنا التوعية التهزوية بطيئة بس الطريقة بسيطة عملتها بيني وبر ربنا سبحانه وتعالى إن أنا فعلا أوعي الناس يوميا على صفحات الخاصة بلبات معين أقول لهم ده بيعملوا واحد دين تلاتة أربعة واستخدموه عشان فيه ناس كتير جدا ما بتقدرش نهاية الشراء أدوية وكده فعشان وقت الحلقة احنا هناخد بعض النبذات السريعة اللي مع حضرتك نقدر نفيد بيها الناس عشان ربنا سبحانه وتعالى يكتبوا في مزال حسنة إن شاء الله طيب أول حاجة قوجة هذه المناعة إيه اللي قوجة هذه المناعة رقم واحد التمر رقم اثنين عسل النحل تمام رقم تلاتة التوم تمام رقم أربعة البصل وهنا بقى البصل هقف عن البصل شوية اللي بيعاني من مشكلة خاصة بدرجات الحرارة يجيب البصلية يقطعها أربعة تربع ويحطها في رجل ومن تحت ويلبس عليها شراب واللي حاسس إن عنده مشكلة في البيت عنده إن حد مشتبه فيه بكورونا أو برض جديد للخطورة يجيب بصلايا على فكرة يا جماعة كل كلمة أنا بتكلمها أنا عامل عليها بحث قلبي فرسلتي تمام فده مش كلام هوائي ولا عشوائي بس عشان نكون واضحين تمام يجيب بصلايا أطحة أربعة تربع يحطها في القوضة أو في المكان اللي هو فيها تمتص كل الجرسيم والبكتيريا والكلام ده كله تمام تمام اللي عنده أي مشكلة خاصة إن هو جهاز المناعة بتاعه ضعيف يجيب معلقة من عصير البصل على معلقة عسل نحل ويخدها الصبح عريق اللي عنده مشكلة خاصة من هو بقى أطفال عنده مش قادرين إن هم يستعملوا حاجات دي تفحها في اليوم تغنيك عن طبيب انتوا أخدأ بالسيادتك الخضروات اللي الأستاذ كان بيكلمنا حالا عنها معظم الناس تعرف إيه عن الخضروات أكتر من إنه بيجيب الخضروات وبيحطها على السلطات عرفوش أكتر من كده صح لكن الحقيقة غير كده يعني أنا مثلا اتكلمت من فترة عن البقدونس والشبت والقرفس والقصبرة والحاجات دي وقلت إن البقدونس أقدر زي ما أنا بغده أحطه على السلطات والحاجات دي أقدر إن أنا أجليه أشربه عشان خطر مشاكل المسانة ومشاكل الكلة والمشاكل احتباس الاحتباسات المائية تحت الجلد ومشاكل الخفاض الحرارة أقدر إن أنا أن أعاف مياه واستخدمه للناس اللي يعانون من مشاكل النمش أقدر أطحنه وأحطه على الأماكن اللي فيها الإلتوقات أو القصور عند الإنسان هيفدهم كتير جدا أقدر إن أنا أعمله لأبخل الضوافر المخلعة اللي هي خلاصة تطلع من إيدينا أو فيها بعض الصمار بس الحاجات دي بتبقى على المدى يا دكتور صح؟ يعني مش بتقمش بصح حضرتك أي جرعة يعني لو أنا المناعة عندي ضعيفة وعرفت إن المناعة عندي ضعيفة أخذ وقت أدقي بالضبط علشان أقدر إني أنا أقوي المناعة طيب لو أنا عندي المناعة ضعيفة أولا ده لازم تحليل ولازم ده أساسي ده رقم واحد طبعا بتطلبها أو بس أنا هديك حاجتين بيقولها يعني هديك حاجتين لو أنا استخدمت المكملات بصورة فيتامينات أو عقاقير هستخدمها ولو كانت أكتر من حدها هنا ممكن يحصل تسمم وموت مفاجئ أو أمراض سرطنية فأنا ببعد عنها لو الفيتامينات اللي أنا باستخدمها فيتامينات بتزوب في المية سهل إن أنا أتخلص منها عن طريق إضرار البول طب لو فيتامينات اللي هي بتزوب في الدهر صعب جدا وممكن تعمل لمشاكل وبالتالي دي أكتر الفيتامينات اللي أنا النهاردة باشتريها بصفة مستمرة طب اللي بيشتري فيتامينات وبيتابع مع الدكتور هل بيتابع مع الدكتور يقوله خلاص استوب لا ده شغال فيتامينات الله ينور يعني المكملات الغذائية زي ما هي مفيدة جدا لازم تتخذ للوقاية ده مش كلام سليم لازم تتخذ تحت إشراف طبيب ولازم تمن متابعة وتحليل وبعدين بقى أنا بقى هديكي بقى الفيتامينات دي أنا النهاردة من نظام الصحة العالمية أوصد بالأهم ثلاث فيتامينات اللي هو فيتامينات دي والزنك والسين حلو الكلام؟ بس ما تكلموش على القروم ولا السيلانيوم ولا تكلمو على بعض الفيتامينات المهمة التانية زي الماغنسيوم والبوتاسيوم والحاجات دي أنا أقدر أجيب ده كله عن طريق الكاميرا بيرة الأستاذ اللي بيسألني كاميرا بيرة حضرتك هاتها وحطها على السلاطات والأكلات اللي أنت بتعملها بعد الطهن خدت كل الفيتامينات والمعادن وبسيطة حاجة بسيطة جدا بس خلي بال حضرتك أن ده زمان كان الناس بتوع الزمان لو حيك تفتكر بناكلها طبعا يعني إحنا كنا بناكلها لما يحصل أي تعب في المعدة كنوضي جدتي كدوة الدهنة وحرات الفيتامينات والمكامينات اللي موجودة فيها أو قنبلة المعادن اللي موجودة جوة الخاميرا بيرة وده ناس كتير جدا ما تعرفوش معظم الناس تعرف أن الخاميرا بيرة مفيدة للخبز أو استخدم الخبز بس مش أكتر مركز في ناس تاني أطباء تاني يقول لك خاميرا بيرة مفيدة لتجبير الواجهة أو مفيدة لبعض المسقاط اللي أحنا بنستخدمها لكن في الحقيقة أن الخميرة بيرة فيها فيتامينات ومعادن مهمة جدا لجسم الإنسان لو أنا استخدمت الخميرة بيرة على السلطات لكل الفئات العمرية اللي موجودة في الأسرة أنا خدت في يوم ده كل الفيتامينات والمعادن اللي أنا محتاجها مش محتاج حاجة إيدي الحاجة الوحيدة لنقصاك أن أنت تقعد شوية في الشمس عشان تاخد فيتامين D بس يعني الرشدة بسيطة جدا سهلة خلاص بك أنا قلت لك ههو فيها كل الفيتامينات والمعادن معادة فيتامين D هاخدم منين؟ هاخدم الشمس كما أنا مش قادر أأخدم الشمس ممكن أأخدم من التونة من السلمون طيب أنا عاوز أأخذه من حاجة مش قادر أنا يعني أأخذه من ده أو ده لأن الفيتامين D جسم نفسه اللي بيخلقه عن طريق الشمس ممكن أأخذه عن طريق زيت كبد الحوت أخذ منه حاجة بسيطة جدا تمام طيب الزنك تموه الزنك موجود في الخميرة بيرة وموجود في نباتات كثيرة جدا موجود في العتس أحد في الشتن قل عتس زي ما انت عاوز قل لحم حمرة مش قادر تلح محامورة قول عدس فيتامين سي ناس كتير قوي في معلومة مغلوطة في فيتامين سي إن فيتامين سي بيتقتل في الماء السخنة ده حقيقي بس في الماء السخنة برضك خلاصاً كده مش هاخد فيتامين سي بس أنا هاخد الزيت العطري اللي هيفتح عند الشعب الهوائية ويزيل البلغم ويعدلي مشاكل الأحبال الصوتية فهنا مفيد برضك مغلي طب أنا عاوز أاخد فيتامين سي أاخده فريش لو الصحي إن أنا أصلاً هاخده أعصره عصير كده واخد معاه معلقة عسل نحن حاجة روعة جداً وحاجة مفيدة للجسم بشكل كامل يعني أقدر إن أنا أقوي المناعة ده مش شيء صعب جداً خالص بس هو الموضوع إن أنت زيت تأوي بقى زيت تأوي وبرضو خلي بالحضرتك إن لازم إشراف طبيب طبعاً يعني برضو ما ينفعش الوصفات اللي بتتاخد يعني إحنا دلوقتي برضو في المجتمع بتاعنا ومواقع التواصل الاجتماعي كل واحد دلوقتي بيطلع يقول كلمتين ده ما ينفعش ففكرة إن أنا أخد وصفة مش موصوق منها لمجرد وقع وبقى أنا تجربة يعني بقى بجرب للناس دي ده برضو شيء حياة النهار ده برضو يعني تقولهم إن الوصفات دي أو الحاجات دي لازم تتاخد مع طبعاً لازم متابعة وقصول وقصص علمية علشان يعني نقدر بالفعل فعلاً إن إحنا المناعة بتاعتنا تقوى وإن إحنا نقدر إن إحنا نقوم أولاً يا أستاذة نبال كل شخص بيختلف عن التاني حتى في جهاز المناعة بتاعه ولكن الوصفات اللي إحنا حالاً بنتكلم فيها دي دي نقدر نعملها لكل الناس عمنا بدون إشرف طبيب في الوصفات اللي إحنا بنتكلم عليها دي في الخضروات في الخميرة بيرة في عسل النحل في التوم في كل التنم لأنها كلها حاجات طبيعية لأنها حاجات طبيعية ما فيش فيها أي دره قلت إن برضو إن كل عمر ده بالنسبة للمقادير والمعايير والأعمار يعني التوم والزيت الزيتون مثلاً من فاش أنا اللي أنا هاخده غير غيري غير غيري فلازم برضو يكون في حد ما أنا بقولها حركة في بعض الوصفات في بعض الوصفات هي وصفات عامة لكل الناس كل أمة مصرية تبتدي تعملها اللي هي الصناعة للسلطات والخضروات على كل الأكلات قبل الوجبة الغذائية لأنك فيها فيتامينات ومكاملات وده مهم جداً الحاجة التانية لو أنا هتناول لو أنا هتناول التوم على إنه شيء دوائي لازم يكون تحت مطابع الطبيب لكن أنا لو هتناوله على إن أن أنا بقوّل مناعه ومعنديش مشاكل في الهضم ومعنديش مشاكل خاصة بالجذب عادي جداً أنت لو قطعت فصة توم الصبح وأخدته فيش أي مشكلة لكن لو أنت بتعاني من أي مشكلة حتى هيعمل لك مشكلة أكثر لازم طبعاً يكون تحت إشراف طبيب لأن زي ما كل حاجة لها فايدة طبية لها ضرر وممكن هنا يكون الضرر أكتر بكتير جداً من الفايدة يعني مثلاً حضراتك عندنا في أدوية جرسومة المعدة في حاجات كتير جداً ما بتجيبش نتيجة زي الحاجات اللي احنا بتستخدمها في النباتات الطبية والعطرية لما نجي نتكلم في جهاز المناعة ونجي نتكلم في الأزمة اللي عدد بتاعة أزمة الأكسجين احنا في الوقت ده كنا محضرين نبات حبة البرقة ونبات البابونجز تنشق بيساعد جداً في التنفس لغاية إيه؟ لغاية ما وصل لأمبوبة الأكسجين ما باستغناش على أمبوبة الأكسجين بس بساعد بساعد أن أنا أوسع الشعب الهوائي بساعد أن أنا أضبط البطانة الداخلية للجهوب الأنفية بساعد أن أنا بزيل البلغة داعم داعم لكن مش أساس يعني احنا نقدر برضو من خلال يعني ساعة مع نبال النهاردة أن احنا نقول أن المكملات الغذائية مهمة بس بقدر معين وأن يكون تحت إشراف طبيب دا مهم جداً وأن ما ينفقه شيء وأنها مش كافية لا مش كافية يعني هي مش كافية أفضل ما يكون الوجبة الغذائية أو المكمل الغذائي داخل الوجبة الغذائية يعني لازم المكملات مع التغذية دا مهم جداً مع متبعة الناس المتخصصين دحية في الأدوية والفيتامينات والحاجات دي بالقدر معين لكل واحد فينا سن معين ومرحلة معينة ونفس الشيء في الغذائية وعلى فكرة دكتور هو مطلوب برضو أن كل مرحلة عمرية احنا بنمر بيها أن احنا لازم نبقى متابعين مع متخصصين تغذية طبعاً يعني العشرين غير التلاتين غير الأربعين هيرمونات بيتغير كل حاجات بيسبب تغير طبعاً فبنبقى كل فترة يعني المفروض بس برضو المواضيع دي بتكون مكلفة شوية ومش كل حد بيبقى قادر عليها بنسمع عن بروتقول كورونا اه ايه بروتقول علاج كورونا احنا هنتكلم على بروتقول علاج كورونا بطريقة مبسطة ببعض بطريقة بطريقة مبسطة بس أنا هتكلم في تخصصي يعني مش هاخرك برة تخصصي لأن التخصص ده مطلوب جداً أنا النهاردة في كورونا قالوا أنه هو ممكن يعمل تخصر في الدم أو التغلط أو قالوا أنه محتاج مضادة حاوي ومحتاج كورتزون طبيعي وقالوا أنه أنت محتاج موسع للشعب الهوائي أنا عملت ده بصورة بسيطة جداً على هيئة نباتات تقوم بالبدايل دي ايه هي النباتات اللي بتقوم بالبدايل دي وتقضي على مشاكل الفيروسات أول حاجة أنا اتكلمت فيها هو كان نبات السواك الأرق بصي غلطة كبيرة جداً وأنا بعلنها من عند حضراتك أن كان المفروض من نظمة الصحة العالمية زي ما أعلنت على أهمية الكمامة الإنسان بشكل عام كان المفروض أن هي تعلن عن وجود السواك لكل إنسان في العالم الرسول عليه السلام قال في السواك أنه هو مرضات للرب ومطهرته للفم السواك فيه فيتامين سي بنسبة عالية جداً ها السواك فيه ألياف بنسبة عالية جداً السواك بيمنع وجود البكتيريا والجرسيم والفيروسات في الفم بشكل عام حركة الفيروس ده أنا هاخده من يمشهده كده طيب أنا دلوقتي السواك في إيدي هيكون في الفيروس مستحيل ده حاجة مهمة جداً السواك من الحاجات المهمة ولازم باستمرار يعقم يتغسل كويس كل فترة عشان خاطر أنت ما تستخدموه ويصيبك هو نفسه بإيه؟ بفيروس عشان تبقى أنت فهمه ده مهمة جداً كمان السواك بيمنع نزيف الفم وبيطهر الفم حتى البلعوم حتى بلعه مفيد للمعدة تمام حتى بلعه مفيد لتصبيت الهرمونيات عند الستات تمام حتى بلعه بيرفع دم الحيد عند الستات لو أنا حبيت أستخدمه في ده وكان الصحابيات بيستخدموه في ده أثناء فترة الحج والعمرة حتى بلعه مفيد جداً لكل المشاكل الهضمية زي مشاكل اتفاكات التقلصات الحموض ارتجاع المريء كل المشاكل دي ومنها الإمساك عشان الألياف مم قويس ده كله موجود فين؟ في نبات الأرق اللي هو السواك هذه نبات تمام حطه على جم خلاف أنه هو فيه بعض البيتامينات والمعادن اللي موجودة فيه اللي جسمنا محتاجوا جداً لو أنا خايف أو عندي الهسهس بتاع الكورونا استخدم السواك على ضمانة الشخصية استخدم السواك أو هات السواك اللي هو خشباية دي تمام واضحنها وحطها الصبح في مكان معجون السنان روعة للسنان يا ده بشير التجاير اللي على السنان وبمنع تسوّس الأسنان ومفيد لللسة ومقوّل لللسة طب دي أول حاجة دي أول حاجة في البرتقل هقولك بقى البرتقل بتاع أنا تمام ده واحد رقم اتنين لما نيجي بعد المقوّل العامل اللي هو البصل والعسل والتوم وزيت الزيتون والطمر نخرج منهم بقى عاوزين بقى بعض الحاجات اللي تفيد الجسم كالكورتزون طبيعي وفي نفس الوقت مبسع للشعب الهوائي وفي نفس الوقت موضحاوي وفي نفس الوقت مانع تجلّط فين بقى هنا هنلاقي ده هنلاقي ده في نبات الجوافة أقوى الجوافة 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 المركبات صمرت الجوافة أه الجوافة الورق بتاع الجوافة بقى ورق الجوافة ده بنغلي مانهومي سياتك هوا أه ورق الجوافة ده في فيتامينات وفي معادن وفي أنزمات بصورة كبيرة جداً في دهون وفي قربوهيدرات وفي ماغنسيوم وفي فيتامين سي وفي بوتاسيوم وفي فيتامينات على جداً تمام تمام صمرة الجوافة دي المنوضات الحيوية اللي موجودة فيها بتعادل ألف مركب من موضوعات الحيوال الموجودة في العقاة كير ده واحد زائد أن هو بقى بيمنع وجود البرد والسعال والزكام وموسع للشعب الهوائي وبيمنع التجلطات ومن الحاجات الجميلة جدا أن أنا لو استخدمتها كشراب حاجة روعة لو أنا استخدمتها لوحدها زي الشاي هعتبره مشروب شاي طيب الحاجة التانية أن أنا هتكلم عليها وهي عارض كبير من الأعراض اللي من نظام الصحة العالمية أعلنته اللي هو تجلط الدم مفيد بقى معايا إيه لتجلطات الدم والمشاكل لتخسرات الدم التاليو مفيد جدا لإزالة البرد والزكام والسعال مفيد جدا للبلعوم بيغسل الرأتين التاليو مفيد للصدر مفيد للزبحة الصدرية مفيد للهضم مفيد للحاجات كتيرة جدا آخر ده ما هتكلم عليه من ضمن بورتقولي أنا الزعتر الزعتر مانع فيروسي رهيب ده رائع الزعتر حضراتك لو أنا استخدمتها غسيل للبيت عقمت البيت هذه خالص أجيب نبات الزعتر وأحطه في ماء أو أحطه ماء مجلية عليه وأغطيه شوية وبعد كده أستخدمه وأمسح في الشقة بتاعتي هيمنى وجود كل الفيروسات اللي موجودة فيه بس إحنا مثلا متعودين ناكل الزعتر بزيت الزعتر ما نحاول لحضراتك بقى نحن نتكلم في حتة الطاقة ده الفطار مثلا تعالي حضراتك خروجي منك أنت لو جينا نبص على دول الخليج هنلاقيه خصوصا الأمراض هلقاها بتمتاز ببزيت الزعتر معروفة جدا خصوصا في الفطار دول الخليج بتعتمد على نبات الزعتر اعتماد رهيب زي بالضبط في ألمانيا اعتمدوا على البابونج اعتماد رهيب كل موجود في الأبحاث مش كلام نظريا أو كلام عشوائي في ألمانيا البابونج استخدموه لتطهير كل الحاجات اللي بيستخدموها لكل حاجة حتى غسل القبات في البابونج وعملوا شهاية البابونج وشهاية البابونج في ألمانيا حاجة رائعة رائعة تمام؟ الخليج استخدموا الزعتر الزعتر بقى مضاد بكتيري مضاد الفيروسات مضاد الجرسيم مضاد حيوة من درجة الأولى مضادات الأكسادة كلها موجودة فيه مفيد جداً لكل مشاكل البرد والزكام مفيدة جداً لكل مشاكل المعدة مفيدة جداً للناس اللي بتعاني من مشاكل ضربات القلب وده عارض من أعراض فيروس كورونا ضربات القلب في نص السل ممكن ديكون نتيجة إن الحجاب الحاجة ازضبط نتيجة فيه مشاكل في القولون اللي خلصني منه إيه قبات الزعتر رهيبة تمام؟ فهنا الزعتر من الحاجات الجميلة جداً اللي أنا لازم اعتمد عليها طب أنا النهاردة عندي مشكلة في الشم والتزوق أعمليه أجيب براد الماء وحط في الزعتر وخليه يغلي أنا بقى أسيبك بقى من الناس اللي هتقول بقى إيه ده الغالي هيبوز مش عارفية خليك أنت أركن على جنب خليك أنت معي هجيب الزعتر ده أحط ورقة ألمونيا فوق كده أقفل اللي بتاع ده وخليه يغلي وبعد ما يغلي أكرم لقرب واستنشق ده عملت تنفس رهيب في البيت قتل عندي كل الفيروسات اللي موجودة وفي نفس الوقت حمل بطانة داخلية من وجود أي حاجة موجودة فيها كمان عمل إيه حل كل مشاكل الحنجرة والبلعوم والرأتي هذه خلطة جميلة أستخدمها إزاي ورقة تليو ورقة جوافة بص بقى المعايير ورقة تليو ورقة جوافة نص معلقة زعتر أحط مياه سخنة أي سكر هيتضاف على الخلطة دي ألبنا الخلطة من نفع لضرر وما بداش ندخل في قصة تانية طيب أدي دي حاجة الحاجة التانية من الحاجات بقى المرتقل بتاعنا العكبر أو البروبليس اللي هو بتاع النحل وظفته إيه الشغلات بتاعت المنحل بتخرج بره تقططف الظهور من بره وبتكيب الصمغ ده أو البروبليس ده من قلف الأشجار من الأشجار وغير بتعمل بإيه بتسدي بيه الشقوق بتاعت الخلية وفي نفس الوقت بتمنع وجود أي بكتيريا وجرسيم داخل الخلية في نفس الوقت مفيدة جدا عند الفراعنة زمان قد بيستخدمها في مواد التحنيط فلما يجي الدبور يدخل الخلية النحل يفضل ينجس فيه الغات ما يموته طب دلوقتي لو الدبور ده طلع راح عافنة في الخلية أحنا نقول عسل مصاب وحاكمت ربنا أن العسل فيه شفاء للناس يعمل إيه بقى النحل يجيب العكبر ده يحنط بالدبور جوه الخلية سبحان الله فبالتالي ما يحصلش عندي أي تسمم جوة الخلية الغات ما يجي النحل تاني يوم يلاقي دبور ميت وعليه طبقة بنية غريبة الشكل فيشيلها يعرف من تحت أنه هو دبور لكن من فوق مش باين هو إيه أصلا مقتول طيب البروبلس ده بقى بيعمل ده مهم يا جدا اللي بيشك أنه عنده مشكلة خاصة بالبردق أو الزكام الكلام ده حضرتك معمولة على أبحث طول الفترة اللي فاتت دي مش كلام مبهم اللي ياخد حضرتك كل يوم جرام بروبليس مستحيل يصاب بفيروس كورونا مستحيل مستحيل ده على مسؤوليتي آه على مسؤوليتي طبعا زي ما قلت لك على السواق وعلى مسؤوليتي آه تمام اللي ياخد كل يوم جرام واحد بروبليس أو على الأقل جرام واحد بروبليس مع معلقة عسل نحل للأطفال أو القبر حاجة روعة الناس بقى اللي بيعانوا من مشاكل اتحابات اللوز اتحابات الحنجرة مشاكل في الأحبال الصوتية مشاكل في الصدر ضعف عام لماذا؟ اه مشاكل جنسية ضعف جنسي مشاكل خاصة بالبرستاطة مشاكل خاصة بالكلة مشاكل خاصة بالكبد صديقة الكبد على فكرة متوس جدا كل المشاكل دي أنا جمعتها فين؟ في نباتة البروبليس مع العسل حاجة روعة حاجة جميلة تب بديل البروبليس خلي بالك البروبليس بردك مميع للدم الناس اللي بتعاني من المشاكل ايه؟ ارتفاع ضغط الدم تبنيع الأوعية الدموية توسع الأوعية الدموية كل السرول بينخفض احنا مجرد ما نوسع الأوعية الدموية كل السرول هينزل ضغط الدم هيرتاح والسقر هيتزبط حاجة ربنا سبحانه وتعالى قتانا بيها من النحل حاجة طبيعية وغير مكلف طيب ايه كمان من الحاجات المفيدة جدا لا البروتوكول اذا انا عايز حضرتك اختصرته حضرتك انا مكلمك على البروتوكول اللي احنا نقدر كورونا نتكلم عليه بخصوص كورونا من النباتات الطبيعية اللي هو التخصص اللي انا اتكلمته حضرتك تمام من الحاجة اللي انا عامل عليها ابحاث علمية مقدرش اخرج منها تمام طيب من ضمن الحاجات المفيدة جدا للمشاكل الخاصة بالبرد والزقام والسعال والمشاكل الخاصة بالحنجرة والبلعوم والمشاكل الخاصة بمشاكل التزوق والشم هي القصط الهندي اه القصط الهندي تمام من العائلة الزنجبيلية زي الخلونجان وبعض النباتات الطبية والعطرية منها القصط البحري ورسوع السلام قال في حديث عليكم بالقصط الهندي والحجامة وكل حاجة رسول السلام يقول عليها هي صح ما هو إلا وحي نيوح لما نجي انترنم ده في الأبحاث العالمية هل لقى ان الكلام ده مؤكد بالنسبة ما في المية ما فيش فيه فصال ما تنقشيش يعني ما فيش حاجة رسول السلام يقولها غير لما تكون حقا وصدقا خلاص القصط الهندي اكتر حاجة بتعمل عملية تميع لبدم بشكل عام هو القصط الهندي اكتر حاجة بتمنع وجود البرد والزقام والسعال كل الأعراض الخاصة في البرد العام والكوفيد نينتين بتمنعهم احنا ب sailedشغل على الأعراض تمام كل الحاجات الخاصة بالتهابات الحان جر والتهابات اللوز اللي أنا أتكلمت عليها من شوية بالقصط الهندي الناس اللي بيعانوا من مشاكل الرأى والضعف العام ومشاكل الخانقة ومشاكل الزهق القصط الهندي ده برضو نفس القصط القصط الهندي ده هو مر رجدا جدا جدا وأتمنى اللي يجيب الحاجات دي يجيبها من أماكن معتمدة مركز بحوص، قليلت زراعة الأماكن المعتمدة اللي أنا قدر أجيب فيها الحاجة دي مضمونة ومحفوظة ومش مكشوشة أجيبها منها غير كده أنا لا أعترف بأحد ولا عطار ولا صيدة دي كمام؟ هنا لازم أن أنا أستخدم الحاجات دي بصورة علمية طبية لذيذة اللي هي أنا مثلا دلوقتي عندي مشاكل في الحنغرة بشكل كبير وعندي مشاكل في الرأة أخذ معلقة من القصة الهندي وأحط عليها مية سخنة وأسابها لمدة عشر دقيقي مرة جدا مش هينفع أضيف عليها حاجة المضفات اللي ممكن أضيف عليها عسل للأطفال والقبار في حالة وجود الضعف العام فقط لغير حد نحيف أو عند مشكلة في الضعف العام طب خلاف ذلك لو أنا أخذت أي مواد سكرية على الأعشاب هتبقى مضرحة حتى لو سكر سيفا نفسه تمام؟ خلدينا يعني مش هعزبنا أحباب السكر تمام؟ دي من الحاجات الجميلة جدا المفروض أن هي بطاق الإنسان من كل المشاكل الخاصة بفيروس كورونا طيب أنا جيت من شوية كلمتك عن حبة السوداء وظهرة البمون حبة السوداء أنا عاوز أقوه جهاز من أعلى خلي بالك في حاجات مغلوطة في الحبة السوداء يعني مثلا أهم حاجة في الموضوع الجرعة الجرعة ده مهمة جدا الجرعة والمأدير والأعمار أهم ما يكون في الموضوع ناس كثير جدا بتستخدم الحبة السوداء مطحونة وده إذا ما كانش الحبة السوداء تتطحن وتستخدم في الحال ما لهاش قيمة غزائية ناس كثير جدا بتحطها على المغبوزات ما لهاش قيمة غزائية تتأثر بالحرارة والدوق زي القركم القركم لما الأم وهنتكلم عليه لسه قدام القركم لما الأم بتحطه على الرز ما خدتش منه غير تلوينه بس ما فيش قيمة غزائية لكن ما فيش قيمة غزائية اللي لازمة خالص نركنه على جنب وهو أقولك الطرق الطبية بتاعته دلوقتي خلينا في حبة البركة حبة البركة والرسول السلام قال فيه شفاء للناس من كل ده إلا السام العرب جم من فترة كنت أنا اشتجلت كده على حاجة معينة على تبخير حبة البركة لأن تبخيره على الفحم مفيد للجيوب الأنفية ده الكلام ده من فترة طويلة من أكتر من عشر سنين تمام؟ ده في أبحاث على الميا طيب لما جينا اشتجلنا على حبة السوداء لأن الحبة السوداء مفيد لكل الأمراض الخاصة بالجسم بس هنا بقى مهم الجرعة أول لو أنا هستخدم الحبة السوداء كمقوعة عام هاخد منه ما بين صوابعي فبقي بشوية ماء بعسل حلوة أول أو شوية ماء عاديين قويس جدا هاخد منه أقل من خمسة جرام اللي هو نص معلقة شي سغيرة على قبات مية وحط عليها مية سكنة واسبها لغاية ما ترتاح خالص وبعد كده أشربه حاجة قمة الروعة لو أنا هستخدمه للتنفس وأنه هو كجلسة اصطناعية أنا بستخدمها في بيتي أنه هي توسع عندي شعب الهوائية وتمنع عندي وجود التجلطات وتحمل رأة والكلام ده هحط المية السكنة وبعد كده هستنشك ده هيبقى روعة الروعة لو أنا هستخدمه مطحون هجيب معلقة صغيرة أو هجيب مثلا فنجان صغير أحطه في الكب عندي في البيت وأخذ معلقة صغيرة منه على معلقة عسل نحل وأستخدمه تمام لو أنا هستخدمه زيت أخذ منه ربع معلقة صغيرة شراب عن الريق طيب حبة البركة دي فويدها إيه إيه حبة البركة دي اللي يأخذ حبة البركة كل يوم ده بإذن ربنا سبحانه وتعالى مضاد للبكتيرين والفيروسات والجرسين بيحمي الرأة بيحمي كل المشاكل التنفسية بشكل عام بيحميك من كل المشاكل الهضمية بشكل عام ولو زادت الجرع على اللي أنا قلت عليه هيسبب مشاكل هضمية مش هيفيد خلي بالحضرات مفيد جداً لكل المشاكل التنفسية عند الستات والرجالة مفيد جداً لكل مشاكل الجلد بشكل عام مشاكل بقى اللي بتظهر نتيجة ضعف المناعة حب الشباب الصدفية الأجزيمة مشاكل النمش مشاكل الكلف بكل المشاكل دي أنا بشتغل بحبة البرحة بكتور محمد هل البروتوكول بروتوكول كورونا اللي حضرتك بتكتبه أو أنت بتوصفه للناس هل كل واحد حالته بتكون مختلفة طبعا ولا هو ثابت لأ احنا دلوقتي احنا بنتكلم عن الشخص السليم اللي ما بيعانيش من أي مرض اياً كان ما عندهش أصلاً أي أمراض وتصاب شوية برد عادي اللي احنا بنتكلم عليه لكن لو واحد مريض أي مرض أياً كان لازم يكون كل حاجة أنا بذكرها حالاً تكون تحت إشراف طبيب متخصص بكل كلمة أنا بقولها أنا هستخدم حبة البركة يا دكتور مع المرتقل بتاعك هستخدمه ولا لأ هستخدم القصة الهندي يعني أنا مثلاً دلوقتي واحد بياخد حاجات للسيول ينفع أن أنا أدي له قصة الهندي لأ هدمر الدنيا فلازم هنا يتابع حضرتك حضرتك من شوية أنا سألت حضرتك قلتلك أنا عايزة بروتوكول لكورونا قلتلي أن في أربع أعشاب ثلاث أعشاب الضوافة وضعطة ثلاث أعشاب هم دول البروتوكول بتاع كورونا احنا بنوضح بس علشان الناس تبقى إيه من تبعنا ومستوعبة كمان اللي احنا بنقوله فقلنا فيه ثلاث أعشاب هم دول اللي بيبقوا البروتوكول بتاع لمرضى كورونا لا احنا بنتكلم على البرد العادي جديد لخطورة لا أنا بتكلم على بروتوكول كورونا بروتوكول كورونا مع عشان كده أنا حسيت أن حالك يعني روحنا في جزئية بصوا يا جماعة أنا هلقوا على حاجة احنا دلوقتي بنتكلم على الناس اللي بتعاني من أي عراض من أعراض البرد وهو حضرتك كورونا معظم الأعراض اللي فيه أعراض برد متشابهة متشابهة أو مخلطة تمام احنا بنتكلم على الإنسان العادي اللي هو ماشي في الشارع عطس اللي هو ماشي في الشارع درجة الحرارة بتاعته ارتفعت اللي هو قاعد في البيت جاله مغس اللي هو قاعد في البيت جاله أسهال احنا بنتكلم عن الشخص العادي لكن مريض كورونا أقدر أستخدم الحاجات دي أمتى في حالة متابعة مع الطبيب مع بروتوكول وزارة الصحة طيب يعني معنى معنى كده أن الأدوية أو بروتوكول كورونا اللي تبع لي وزارة الصحة لابد من الاجتزام لها طبعا لا ينفعش اللي أنا أستغل عنه مع جانب بروتوكول الأعشاب آه بروتوكول الأعشاب يعني الاتنيني ومع بعض متوزين بالزبط لكن هل يمكن ممكن ممكن زي الحالة والقصة اللي بدأنا بيها الحكاية وبدأنا بيها الحلقة أن يحصل ما عندوش مرض يحصل استغناء لأ أنا حمناتكلم على كورونا الحلقة من البداية عن موضوع كورونا أنا حدراك بكلم بردك على كورونا أنا حدراك بكلم في نقطة بص حضراتك أنا أقولك على حاجة زرافة جدا في بداية قزمة كورونا وزارة منظمة الصحة العالمية أعلنت أن سبب وجود كورونا في الصين تخففيش تمام بعد فترة اهتمنا قوي بالإنسان ونسينا أنا ما أقولش حتى حابب أن أنا أفتح في الموضوع هذا دلوقتي ونسينا أبدا أن موجود في حيوانات وفي طيار وفي أم وهي عندها كورونا كانت بتأكل بط ووز وفي حاجات كتير جدا فلازم الحاجة دي ناخد بالنا منها أن انتقال فيروس كورونا مش شرطة أبدا يكون عن طريق إنسان لإنسان ممكن يكون عن طريق إنسان لحيوان ممكن يكون عن طريق إنسان لطير فده مهم جدا احنا هنا حضراتك أنا بتكلم معاك عن الشخص العادي زي الراجل اللي حضرتك حكيت عليه في بداية الحلقة اللي أخذ تومه عسل هو كان عنده ضعفة عام وبقى جسمه قوي وبقاش محتاج أي أدوية لكن مش شرط مش شرط إن كل الناس تنجح وعلى فكرة مش شرط أبدا إن أنا يكون عنده أعراض كورونا عشان يبقى عندي كورونا أنا عندي في الأبحاث إن فيه ناس بيجي لهم كورونا وهم ما عندهمش أعراض كورونا خالص ما دي بقى يا دكتور كنت جاية لحضرتك يبقى أنا لازم أتكلم في غاز المناعة ده اللي احنا بدقين بالحلقة لا فيه حالات غريبة جدا فيه حالات من حالات كورونا بيتم العز لـ 15 يوم بعد الـ 15 يوم يروحوا يعملوا المسحة يطلع كورونا هم بقوا كويسين يعوضوا في البيت أسبوع كمان بعد كده يروحوا يعملوا المسحة يطلع فيه كورونا يرجعوا تاني بس هم كويسين إيه السبب؟ إن هم أخدوا بالهم من صحتهم وخدوا مكملات أنا عاوز أقول لسيادتك الحاجة برطة كل وزارة الصحة اللي احنا عمليين نتكلم عليه هو كله عبارة عن مكملات وفيتامينات بمتابعة وزارة الصحة مفيش فائية أدوية حتى الآن مفيش دول فيروس كورونا على مستوى العالم كل الوزارات الصحة على مستوى العالم ومنظمة الصحة العالمية بتشتغل على جيش قوي جوه الإنسان لو بقى قوي أنا ممكن أخلط مريض كورونا ما عندش مشكلة لو بقى قوي يعني دلوقتي لو عندي جهاز ملاعه قوي أنا لابسك كمامة عادي أنا بشتغل ومشوف حالي ما عندش أي مشكلة بس فيه أدوية دوك يعني الأدوية يعني القصة اللي أنا بحكي حضرتك عالية دلوقتي كل الأدوية اللي الأستاذ ده أخدها منهاش علاقة بفيروس كورونا لا وهو أخد حاجات فرشتة عبارة عن مكملات وفيتامينات الراجل أخدها في التوم والعسل وحاجات برضو يعني فيه بيتاخد مسكنات في حاجات بيتاخد واخدها برضه في التوم والعسل للصدر وانا قلت لسيادتك ان التوم والعسل في بداية الموضوع فيه كل اللي انت اتكلمت عليه بس بيان منظمة الصحة قالهم ان هو غير ان المكاملات الغذائية مش هي علاج لكورونا وان 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 ال 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 الفيتامينات وفيتامين دال وفيتامين سي وكل الحاجات دي مش هي بس كافية لي علاج كورونا تحقيقا بس منظمة الصحة العالمية اوسط بتناول وده كان تجذيب للخبر يعني ان المكملات الغذائية هيكون الحل لا مش هي الحل لازم البروتوكول بتاع علاج كورونا طيب ما هو حضرتك البروتوكول علاج كورونا اللي احنا اخذناه من وزارة الصحة احنا اتكلمنا في المواد الفعالة اللي موجودة في النباتات اللي هي تقدر تقويج هذا المناعة وتنشط الدورة النموية في الجسم وتقوي الأعصاب وتقوي عادة القلب وتقوي كل المشاكل اللي موجودة في الجسم بشكل عام زي الأنيميا والأميبة والأملاح والقودان والديسنترية والكلام ده كله دي كلها عراض عراض لأمراض احنا بالتالي مجرد ما بنستخدم المكملات الطبعية اللي هي في العسل في الطمر في التوم في البصل في كل الحاجات دي في حبة البركة في الببونج في الزعتر في الجوافة كل الحاجات دي هي بدائل لحاجة كل الموضوع أن احنا أخذنا حاجة من عققير معينة واشتغلنا عليها حاجة طبيعية يعني تناول طبق الصلاطة قبل الوجبات بيحميك من كل المشاكل ده اللي احنا بقى بننصح بالناس مع الأدوية الأدوية دي قصة تانية خاصة بوزارة الصحة يعني هو توازن دكتور محمد بين البروتوكول كوفيد 19 والأدوية من وزارة الصحة زي ان احنا نعترف بيها وموزية لها الأعشاب حضراتك ده بقى هيكون تحت إشراف طبيب لو حد اصاب طبعا ما احنا من البداية بنتكلم ان يلازم طبعا يقول له انا هاخد الرشدة دي انا اسمها تحدي بيقول فيه التون كويس او البصل او حبة البركة يدعم دي بقى لو ان الدواء اللي هو بياخده ما بيتفاعلش مع النبات هنا ياخده طب لو فيه تفاعل انا مثلا هاخد البصل انا ماينفعش ااخد البصل وااخد اسبوسيد يعني انا عندي مشكلة في القلب وعنده كوفيد نانتين يعني دي الوقت بس دكتور محمد ان لازم يكون فيه متابعة من الدكتور المتخصص ومن دكتور تغذية في المرحلة بتاعت المرض علشان نقدر نخرج منها يعني بسلام طبعا كان عندي اسئلة كثير جدا ما قدرناش ان احنا كلها نخلصها واكيد هيكون لنا لقاء ان شاء الله بشكر حضرتك دكتور محمد دكتور محمد ماجستير تغذية الانسان جمعة الزأزيق وفيه ختام ساعة مع نبال انتشار جائحة كورونا كوفيد نانتين يعني اسمعوها مني الموضوع مطول حبتين فلازم يبقى عندنا شوية وعي وفهم وادراك وان احنا نعرف نتعامل مع الوضع ببساطة وبهدوء قبل كده اتكلمنا عن النظافة النظافة الشخصية نظافة بيوتنا نظافة مكاتبنا ازاي نحمي نفسنا ازاي التعقيم وغيره وغيره النهاردة اتكلمنا عن التغذية ولينا روك صباح على خير اشتركوا في القناة